مرحب بحضراتكم من جديد ويمكن تبعنا قبل الفاصل فعليات الثقافية المختلفة الموجودة دلوقتي في مهرجان العالمين والنهار ده يمكن المهرجان فيه أصداء مختلفة وفيه كمان فعليات عن السيرك يمكن تبعنا مع جمانة أفراد من السيرك ماشيين في المهرجان في الشارع وبيتجمع حواليهم الأفراد من طبعا الحاضرين من الأسر المصرية المختلفة بيقدموا فقراتهم اللطيفة جدا والجميلة خلونا نرجع تاني لجمانة ونشوف معها لقاء مع الأستاذ محمد أحمد علي مدير برنامج السيرك بالعالمين مساء الخير مرة تانية عليك يا جمانة والأصداء فعلا جميلة جدا ولطيفة جدا والنهار ده زي ما كنت بقولك يوم الحد لكن فيه تجمع من الأسر المصرية بالمهرجان احكينا بقى أكتر بالتفصيل مع ضيفك الكريم عن السيرك في المهرجان العالمين أهلا بك يا بسانت من جديد وفعلا إحنا معانا دلوقتي الأستاذ محمد أحمد علي مدير برنامج السيرك بالعالمين عشان نتكلم معاه أكتر عن تواجد الفرقة في مهرجان العالمين وهيبقوا موجودين قدية ونعرف كل التفاصيل أهلا بحضرتك كيف أنه؟ سيحضرتك سيحضرتك الحمد لله تمام ببارك لك طبعا أنا أعرف إحنا النهارده يمكن تابعناه ده كان لسه أو كانت بروفا على الاستعراضات اللي هتقدموها خليني أعرف من حضرتك أكتر عن تواجدكم في مهرجان العالمين وحرصوكم أنتم تكونوا موجودين كمان في هذه النسخة بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا طبعا حابب أن أنا أرحب الأول بقناة الأولى ومدينة العالمين الجميلة جدا بجد أي حد مجاش مدينة العالمين هيندم ندم كبير جدا أنه هو مجاش لأن فعلا فيها فعاليات جميلة جدا ومدينة جميلة جدا على أرض مصر فدي الحمد لله أن احنا بنفتخر كمصريين أن دي بلدنا قطعة من أوروبا اللي احنا طبعا الناس كلها بتبص الأوروبا أن هي عالم تاني خالص اللي احنا عندنا مدينة العالمين دي خارج النطاق أحسن من أماكن كتير جدا دي أول حاجة تاني حاجة أنا برضو بشكر وزارة الثقافة القائمة طبعا على مهرجان العالمين هنا هوت وبنشارك فيها بفعاليات كتير جدا اللي هي خاصة بنا احنا كسيرك القومي السيرك القومي طبعا الناس عارفا دوت حاجة مألوفة مش معتادة في حياة الناس السيرك لما بتواجد في أي مكان في مصر وفي أي حدة بر مصر بكون لي دور فعال جدا في الفعاليات سواء بقى فنون شعبية والاستعراضات والحاجات ديات والجمهور بيتفاعل معها كتير جدا احنا بالنسبة لحنا يعني احنا الشعب المصري بيحب السيرك طبعا اكيد طيب عن العروض اللي موجودة والاستعراضات اللي هتكون موجودة خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة طبعا انت زي ما حضرتك شفتي من شوية احنا عملنا بروفا جنرال ديت كانت بداية بس النهاردة اول يوم لنا في المهرجان واحنا ممتدين في المهرجان على مدارة 6 اسابيع لغاية نهاية شهر 8 معنا فعاليات كتير من السيرك النهاردة بكرة ان شاء الله هنبدأ برضو عروض جديدة معنا فقرة الساحر معنا فقرة جونجلير والسف والخنجر معنا فقرة بسكليت معنا فقرة الحبل معنا الرجل الطويل بالأباب معنا المهرجين الاطفال بتفعلك كتير جدا معاهم وطبعا زي ما حضرتك برضو شفتي اللي احنا عملناه والشغل اللي اتعمل كانت الناس متفاعلة معا ازاي وكانت مبسوطة ازاي والحمد لله ده برضو بيتشرف اسم السيرك وتواجدها في مكان زي مدينة العالمين ده طبعا صورة مشرفة لمصر كلها طيب حضرتكم بتبقوا موجودين على مدار كم يوم في الاسبوع على مدار اربعة ايام متوسط الاسبوع اللي هو يوم الحد والاتنين والتلاتة والاربعة كل يوم اربعة ايام كل اسبوع على مدار ايام المهرجان كلها غاية تلاتين تمانية بالزبط كتير طيب عايز اعرف كبان من حضرتك لو هنتكلم بقى عن السيرك القومي بشكل عام اهمية انه يكون فيه استعراضات من السيرك القومي موجودة هنا في مهرجان العالمين شايف الاضافة ان كانت لا للسيرك القومي وكمان لمهرجان العالمين والله انا شايف الاضافة ان مدينة العالمين تستوعب ان هي يدخلها كسيرك كامل مش فقرات محدودة يعني انا اللي بتمنى ان الوزارة ان هي تفتح مجال دوت ان تيجي خيمة سيرك قومي هنا هو فيها طبعا من كل تنوع الفقرات اوسود حيوانات بقى المفترسة وحيوانات اليفة فيه فقرات اكروباط فيه فقرات في الهوى انا شخصيا انا طبعا لعب فقر الترابيز الفقر الترابيز دي بتوقفها بقالها فترة وبتمنى ان هي ترجع تاني طبعا لان من اخطر فقرات السيرك القومي وطبعا السيرك فيه فعليات كتير جدا وفقرات كتير جدا متنوعة وبتمنى الوزارة فعلا ان هي تحقق حاجة زي كده ان هي تيجي مدينة العالمين الموضوع هيبقى مختلف تمانا لان احنا قصرين فقط على مدينتين يعني بنتلحهم سواء جمصة العريش طبعا متواجدين في مقر السيرك في مصر في العجوزة ودلوقتي برضو البرنامج شغال في مدينة الجمصة ومدينة القاهرة في مدينة العجوزة طيب خليه برضو اعرف من حضرتك فكرة انه العارضين او الاسترادات اللي احنا كنا متبقانها معاك شايفة انه في يعني الحقيقة اولا في مهارة في تقديم العروض وشايفة تفاول كبير اوي كمان بينهم وبين يعني المتفرجين اعز اعرف منك رد الفعل عن مثل الجمهور اللي بي موجود ولو هكلمك على رد الفعل حتى بتاع بروفت النهاردة انا شفتوا باني انا واحدة كنت من الناس اللي تفعلت وانزلتها حتى لابا بس اعز اعرف منك ردود فعل الناس وده رد فعل الجمهور على العروض دي والاستعرادات طبعا انت شفتي طبعا رد فعل الجمهور كان مبسوط ازاي دي اول حاجة وطبعا الحاجات دي كلها ما بيجيش من لا شيء اللي احنا بنقدمه ده فن خاص بالسرك وده بيجي بمدار وقت طويل جدا بين تدريب وشاقة وتعب وحاجات كتير جدا طبعا الحاجات دي بتبقى حافز في النهاية انت لما بتيجي تطلعي الصورة بتاعتك والفقرة بتاعتك تطلع بأداء كويس والجمهور يتفاعل معها دي بتديك حافز جواكي ان انت قدمت حاجة كويسة ان انت اشتغلت على نفسك وعملت حاجة تبقى مشرفة للسرك القومي ولمصر عموما وزارة الثقافة انا بشكر حضرتك جزيل الشكر وببارك لك الحقيقة اولا ان كان على البروف اللي شفتناه النهاردة فخلتني اتخيل بكرة عاردة هيفا شكله عامل ازاي الله تشوفي بكرة عاردة احسن وهتتفرج معنا على حاجات جبيلة باذن الله انا هجيلكو كتير بقى باذن الله وشكرا جدا للمدينة العالمين وتعالوا زروها هتتبستو جدا شكرا لأستاذ محمد احمد طبعا نورتنا شكرا لحضرتك فسانت هترجع لك موررة تانية شكرا لك يا جمانة والشكر اكيد موصول لديفك الكريم الاستاذ محمد احمد علي مدير برنامج السرك بالعالمين واكيد فعاليات مختلفة بتناسب جميع افراد الاسرة المصرية